السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل ما بدأناه اليوم نحن نأخذ هاي الفيكتورز كما ذكرنا من قبل المتجه له مقدار واتجاه عشان نحدد المتجه لابد نحدده بمقدار ونحدده باتجاه بعض الكميات المتجهة زي مين؟ زي الازاحة زي السرعة زي القوة زي كمية التحرك لكن في المقابل الكمية القياسية لها فقط مقدار تحدد فقط بمقدار والامثلة بعض الامثلة للكميات القياسية الكتلة طايم الزمن تنبرشتر يبدأ عبارة عن عبارة عن تميات قياسية هنا لو بصينا على هذا الشكل هذا شكل عبارة عن سيارة تتحرك هناك سرعة السرعة تتغير تجاه السرعة تتغير لكن لها مقدار يجب ان تحدد السرعة واتجاه نتغير 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 كيف نرمز لفكتور نتغير كمية متجهة لها رمز معين نرى رمز محدد تكاست تستخدم بعد الكتب نستخدم الخط الغليز لترمز للمتجه مثل هذا هذا عبارة عن فيكتور نستخدم سهم لكي نعبر عن الكمية المتجه نستخدم خط مغلص يمكن أن نستخدم خط عادي وعليه السهم أو خط مغلص عندما نستخدم خط مغلص سيستخدم خط مغلص لكي نعبر عن مقدار المتجه نعبر عن مقدار المتجه خط عادي جدا أو المتجه نفسه محطوض عليه سهم ويضع معطوض بين القص المغنيتود هذه علامة المغنيتود يبدأ مغنيتود المتجه يعني مقدار المتجه الذي يسوي A A بدون أي شيء مقدار المتجه له وحدات طبيعية The magnitude of a vector is always a positive number شيء طبيعي أي مقدار أي كمية قياسية هي كمية موجبة أو مقدار موجب الزمن مقدار موجب ما نقولش والله ماينس مثلا سري ساكنز فيه حاجة اسمها ماينس في الزمن أو الكتلة ماينس كيلو سري كيلو جرامز لا لا مافيش كلام ده يبقى المغنيتود مقدار المتجه دائما يعبر عنه برقم موجب positive number When handwritten use an arrow نحن ممكن نستخدم انتفقنا نحن ممكن نستخدم المتجه أو نكتب المتجه handwritten نكتبه بهذه الطريقة بقيل كده لأن من الصعب نحن نعمل اللي هي simple bold print تمام نكتبه كده في الكراسة أو في كتابة العادية لكن نستخدم الرمز وعليه السهم يعبر عن vector notation هذا عبارة عن اسم أو رمز المتجه سوف نأخذ quality of two vectors تساوي متجهين هذه صفة من صفات المتجهات كيف تساوي متجهين ماذا متجهين يتساوي two vectors are equal if they have the same magnitude and the same direction مثل لدي المتجه مثلا المتجهين لو نظرنا إليهم هم في نفس الاتجاه أو في نفس الاتجاه تمام هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه المتجهين لهم نفس المقدار يعني لو خدنا قسنا طول هذا الاتجاه وقسنا هذا الاتجاه نجد أن هذا الاتجاه المتجهين a b a 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 c المتجهات كلها هي متساوية لأنها المتجهة واحدة والسيمة لأنها كلها بخطوط متوازية لأنها لهم نفس الاتجاه ونفس المقدار يمكن أن تحرك المتجه نفسه 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 بحيث لا يتغير لا يتغير في الطول ولا في الاتجاه كيف نجمع متجهين مثل الضرق بالرسم البياني للمتجهات الاتجاه واحد تمام؟ يجب أن تتكلم المتجهين يجب أن تتأخذ الاعتبار ويجب ان تكون في الاعتبار شارع من المتجه كما هو موضح في الشكل لو خذناه في الشكل الأولاني وهو هذا الأب فيجر هنا متجهين المتجه الأولاني ده اللي هو طوله 8 كيلو متر المتجه الثاني 6 كيلو متر نراحز الآن المتجهان في نفس الاتجاه المتجهين دوله في نفس الاتجاه في تجاه الـ East في تجاه الشرق لو جمعناهم مع بعض ستجديه ممتجاه محصل ده اتجاه المحصل اللي هو الـ Resultant الكبير الفوق ده ده عبارة اتجاه المحصل تمام الاتجاه ده مالو جمعناه هنجمع المتجهين دوله جمع جابري 8 plus 6 14 كيلو متر برضو في تجاه مين في تجاه الـ East نفس الاتجاه المتجهين اللي نحن جمعناه ديوبة اسم متجاه محصل يبقى خدنا فكرة عن addition of factor لو احنا خدنا متجهين تانين المتجه برضو نفس المتجه 8 كيلو متر في اتجاه الشرق وجدنا المتجه اللي هو 6 حتى نعكسناه دعناه في تجاه مين في تجاه الغرب لكن موازي للمتجاه الاولاني تمام parallel line كله هما both of 8 تمام parallel line بنجل في هذه الحالة ان كله هما عكس الثاني opposite sign opposite direction المتجه المحصل سيبقى 8 minus 6 يديني 2 كيلو متر في اتجاه مين في تجاه الـ East في تجاه المتجه الأكبر ما بقيش في التجاه الـ West لا بقي في اتجاه المتجه اللي هو 8 كيلو متر في اتجاه الـ East لاتجاه الشرق شكرا لكم ونستكمل المرة القادمة بإذن الله